السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها أوضاع النازحين في محافظة مارب منذ عام 2015 ومارب لا تزال تستقبل أفواج النازحين حتى أنهم صاروا ضعفي سكانها وفي ظل تكدس البشري الذي تشده هذه المحافظة وجدت السلطة المحلية نفسها مسؤولة عن قرابة مليونين مواطن الثلثان منهم تقريبا نازحون أو بحاجة للإغاثة بالمقابل تتواجد في مدينة مارب والمحافظة مئات المنظمات والجمعيات والمؤسسات المختصة في المجال الخيري والإنساني والإغاثي إلا أن الشكوى لا تكاد تتوقف من المواطنين إذ يتهمون هذه المنظمات وغيرها بالمتاجرة بحاجتهم ومعاناتهم الإنسانية بعضهم يقول أنه استقبل أكثر من عشر منظمات وجمعيات جميعهم أخذوا بيانات لكنه لم يحصل على مساعدة إغاثية إلا مرتين طوال العام الماضي بالمقابل يشكو النازحون من تقصير الحكومة والسلطات المحلية في مارب حد القول أنهم يمهلونهم ويتجاهلون معاناتهم خصوصا في فصل الشتاء عن ظروف النازحين في مارب ومعاناتهم ودور الحكومة والسلطة المحلية تجاههم ستكون حلقة الليلة نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مارب الناشط المجتمعي الدكتور علي التام رئيس منظمة حماية وسينضم إلينا لاحقا آخرون أرحب هنا بضيف الدكتور علي دكتور علي أسعد الله مساك بكل خير أستاكم الله بالخير أستاذ شادي حياك الله دكتور نتحدث اليوم عن أوضاع النازحين في محافظة مارب سابقا قمنا بحلقات حول دور السلطة المحلية في مارب تجاه النازحين واليوم نتحدث عن دور المنظمات تجاه النازحين في المحافظة المواطنون بالمجمل يشكون من تقصير السلطة المحلية ويشكون أيضا من تقصير وغياب المنظمات خصوصا مع كثرة تواجدها في هذه المدينة لو تضعنا في صورة الوضع في مارب ما الذي يحدث؟ نعم أخي الكريم محافظة مارب منذ الربع الأخير من العام 2015 بدأت تستقبل أعداد وأفواج كبيرة من النازحين وما زالت هذه الأعداد يعني مرشحة لزيادة كل يوم وما زالت مخيمات النازحين كل يوم يفتتح مخيم جديد للنازحين في مارب ولكن حتى نضعكم في الصورة ونضع المشاهدين الأعزاء في صورة الوضع القائم في مارب المخيمات النزوح هذه يعني في البداية نتكلم حول وضعها من حيث البنية هذه المخيمات لا يوجد منها ما يكون طبقا لمواصفات ومعايير مخيمات النزوح في دول العالم من حيث تشكيلتها وتخطيطها الهندسي رغم أن عددها 65 مخيم موزع على 12 مديرية وترشح هذا العدد لزيادة في الربع الأخير من العام 2015 حتى أصبح 91 مخيما منها 34 مخيم فقط لحالها في مديرية المدينة وهي المديرية الأكبر من حيث تواجد النازحين فيها والنازحين هنا على مستوين المستوى الأول نازحين داخل المخيمات وهؤلاء هم الأشد حاجة وهناك نازحين خارج المخيمات وهؤلاء لا يقلوا أهميه ولا عن معاناتهم المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال كثيرة ومتعددة وليس بينها تنسيق في عملها فتجد أكثر من منظمة تشتغل على نفس التدخل ولها نفس التدخلات تكون إقاثية وتجد أكثر من منظمة في هذا المجال وتكون تدخلات في الجانب الصحي أو في إنقاذ الحالات وتجدها أيضا أن هناك أكثر من منظمة تريد أن تعمل في هذا المجال وتقول أنها تعمل في هذا المجال وبالتالي أصبح النازحون هؤلاء سواء من النازحين الوافدين من تسع محافظة إلى محافظة مارب أو من المجتمع المضيف نفسه يعاني من تردي أوضاع سكنية ومعيشية في الإيواء وفي الصحة وفي الإصحاح البيئي وفي التعليم وإلى آخرة أوضاع النازحين حقيقة الأمر تتفاقم كل يوم خصوصا والنازحين يعني موجات النزوح لا زالت قادمة إلى مارب ما أن استمرت الحرب مخيمات النزوح لا زالت في اتساع ولكن حسب ما قلت لك في البداية المخيمات تفتقر إلى التخطيط الهندسي ولو في حدها الأدنى هذا جانب تفتقر أيضا إلى المأوى الذي لم يكن لأي من هذه المنظمات الذي موجود في مارب أن قدمت لنازح واحد حتى كرفانه واحدة لكن دكتور يعني هنا المنظمات المنظمات ما مدى تواجدها نعم دكتور ما مدى تواجد هذه المنظمات وما مدى ما تقدمه هذه المنظمات للناس هناك شكاوى كثيرة دكتور يعني يتحدثون بأن عشرات المنظمات تمر إلى بعض الأسر وتقيد معلومات عنهم ويعني يتأملون الناس أنه بعد أسابيع أو بعد شهر سيأتي الفرج ثم تغيب هذه المنظمات ولا تعود يعني من هذه الشكاوى تصنى بكثرة في مارب يعني نتسأل ما طبيعة تواجد هذه المنظمات وما طبيعة ما تقدمه ونحن أيضا يعني كمنظمات مجتمع محلي ونشطاء في محافظة مارب اتصلنا مثل هذا الشكاوي ونلقاها ونتعاطى معها ونحاول على أننا يعني نعمل ما بسعنا لإيجاد حلول ولو في حدودها الدنيا ولكن هذا أكبر من إمكانتنا وأكبر من قدراتنا أقول أنه يعني تواجد المنظمات يعني كاسم وشكل في محافظة مارب هو موجود ولكن الأثر لا يكاد يكون موجود الأثر ضعيف وضعيف جدا المنظمات بدأت من 2015 وكانت متجهة إلى الجانب الإغاثي معظمها وكان هذا الجانب الإغاثي يركز على مسألة الدقيق والزيت وفتاة السكر والملح والدقيق هذا الذي شكوا منه حتى الأسر شكت من هذا وتم فحص يعني مثل هذه المواد الإغاثي ووجد أنها غير سائقة وغير صالحة حتى للاستخدام الأدمي وهي مقدمة من البرنامج الغداء العالمي للأسف الشديد أنه لم تتخاطب السلطات يعني على مستوى الحكومة ولا على مستوى السلطة المحلة في مارب بمذكرات رسمية إلى هذه الجهات على أن تقول لها أنتم هنا يعني خالفتم المعايير أو أنتم هنا عرضتم حياة الناس للخطر الصحي أقول أنه المنظمات موجودة شكلاً وموجودة اسماً ولكنها في الأثر وفي الواقع لا تكاد تكون بتلك المستوى المطلوب ولا زالت الشكاوي موجودة حسب ما قلت لك هذه المنظمات وجدت تمار باسم النازحين وجدت تمار باسم مارب ووجدت تمار باسم ضحايا الحرب لكن هذه هؤلاء الضحايا وهؤلاء النازحين وهذه المحافظة الجغرافية لم يقدم لها يعني شيئاً باسم جميل جميل دكتور ابقى معي بالمعنى المفيد جميل دكتور تكرم بالبقاء معي أرحب هنا بضيفتنا من مأرب الناشطة المجتمعية عبير أحمد سيدة عبير أسعد الله مساك بكل خير نعم إذن يبدو أن الاتصال فوق داري ثم يعاود الزملاء الاتصال بها مرة أخرى نذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب حول أوضاع النازحين وما تقدمه هذه المنظمات من معونات للناس ومدى حضورها نشاهد هذا الاستطلاع سويا أصبحت المنظمات المتواجدة حالياً في المأرب للأسف تضع لافتات لا غير وكذلك تأتي وتأخذ الصور للنازحين ثم لا تأتي بأي مساعدة تذكر النازحين أصبحوا في المخيمات يعني تذكر لهم أي منظمات يعني ليسوا راضياً تماماً عن هذه المنظمات واصبحت تتاجر بقضاياهم كل أغلبية المنظمات إلا ما ندر إلا ما ندر الذي تأتي إلى المواطنين والنازحين للأسف هذا وضع يعني يزيد من معاناة الناس حتى المتاجرات بقضاياهم ومعاناتهم أكثر المنظمات الإنسانية لها وقود بالشكل المطلوب خاصة مع ظروف النازحين والمحتاجين وظروف الناس المعيشية تستغل كثير من المنظمات الإنسانية هذه الظروف بتقديم مشاريع إنسانية تكون وهمية لا تستهدف فئات محددة وفق الاحتياج المطلوب وبالتأكيد سيكون هذا الأمر يعني معاناة كبيرة للنازحين وكل من يحتاج لمساعدة الإنسانية لذلك لابد أن يكون مستغية للمنظمات الإنسانية تخفي معاناة الناس سواء في المخيمات أو في أماكن النزول فالوضع المعيشي صعب والناس بهم السلحاجة للمساعدة الإنسانية في هذه الظروف الستنائية المنظمات في مهرب تواجه شكاليات وهناك استياء كثير من المواطنين وخصوصاً النازحين في مهرب من المنظمات الإنسانية وخصوصاً التي تعمل في مجال الإيقاثة طبعاً لا نحمل المسؤولية الكاملة للمنظمات الإيقاثية خصوصاً تتحمل السلطة المحلية جزء منها لأنها لا توجد هناك قاعدة بيانات واضحة طبعاً في كل شهر أو كل عدة أشهر يزداد عدد النازحين وتزداد عدد المخيمات ويحصل في تنقل من مخيم إلى مخيم هناك شكاليات كبيرة في مخيم الجفينة وشكاليات كبيرة في المخيمات الأخرى طبعاً في مجال التعليم هناك أمية كبيرة في أوساط النازحين والمنظمات الإنسانية لا تهتم إلا بتوفير المواد الغذائية طبعاً يوفرونهم مواد الغذائية من شهر إلى شهر طبعاً طالبنا بشكل عام في منظمات المجتمع المدني طبعاً إحنا ما نشتغل شيء جانب إغاثي ولكن طالبنا بالاهتمام بمجال التعليم لأن المجال التعليم هو مجال يعني سبب الحرب والحالي في اليمن هو الجهل فالآن إحنا أمامنا جيل كبير سيواجه إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من محافظة مأربة نعود مرة أخرى لضيفي من مأربة دكتور علي التام عبر الأخمار الصناعية دكتور مرحباً بك مجدداً يعني دكتور لو تسألنا هنا عن مستوى إقبال النازحين واللاجئين إلى محافظة مأرب شهرياً أو سنوياً يعني هل مؤخراً ما زالت مأرب تستقبل أعداد كبيرة قادمة إلى المحافظة أم أن الوفود إلى المحافظة قل مؤخراً لم يقل أبداً في أكتوبر من العام 2019 يعني في مطلع الربع الأخير من العام 2019 كان عدد مخيمات النازحين 65 مخيم موزعة على عشر مديريات في نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 أرتفع عدد مخيمات النازحين يعني بدأ استحداث مخيمات جديدة وصل إلى 91 مخيم موزع على 12 مديرية يعني أصبحت الآن جميع مديريات مأرب عدد مديريتين كلها فيها مخيمات للنزوح وفيها نازحين تقل أعدادهم أو تزيد لم يتوقف هذا التدفق لكن لا أستطيع أن أفتيك في رقم دقيق إلى عددهم على مستوى الشهر أو على مستوى اليوم وهذا ما أريد أن أطرحه هنا كرسالة أنه لا يوجد وهذا من مسؤولية من قد تكون السلطات المحلية أيضا مسؤولة عن هذا أنه لا يوجد مركز ترصد للنازحين ومركز الترصد هذا يشمل أعداد النازحين ووضع قاعدة بيانات عند دخولهم ويشمل أيضا تقييم مستوى النازح من هو النازح الأشد تضرره ومن هو النازح الذي ممكن أن نضعه في المستوى الأول والثاني والثالث والآخرة ورقم ثلاثة بمركز ترصد النازحين يأتي في البعد الصحي الذي ممكن أن يكون خطرا على المجتمع المضيف ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الدم وهذا خطر كبير جدا ولدينا إحصائية مخيفة جدا في هذا الجانب لم يكن هناك موجود ولا أظن هذا في حسابات السلطات على أن يكون هناك مركز ترصد للنازحين رغم على أن النازحين يمروا من طريق وحيدة وهي خط مأرب البيضاء ولا أن يصل إلى مراكز النزوح إلا وقد مر عبر خمس مديريات اللي هي مديرية ماهلية رحباء الجوبة الوادي إلى مديرية المدينة يعني لم يكن هناك مركز ترصد للنازحين في أي من هذه المديريات بحيث أنك تستطيع ولو جانب قصول واضح في عمل السلطة هنا لكن أتساءل أيضا دكتور أنت حدثتني منذ قليل بأن هناك لا خلاف في مسألة تقصير المنظمات في تقديم العون للناس وأنها لا تقوم بعملها بالشكل اللازم يعني نفهم أيضا أن هناك أيضا قصور في رقابة السلطة المحلية على دور هذه المنظمات ومتابعتها ويعني تجويد عملها من خلال المتابعة الدائمة حقيقة السلطة المحلية في مارب هي جهودها مضاعفة على مختلف الأسعادة لكن هذا لا يعفيهم على أن ننتقدهم وعلى أن نسلط الضوء على ما يجب أن يقوموا به يعني السلطة المحلية في مارب وجدت نفسها في ظروف الحرب على أنها مطالبة في التنمية والبنية التحديية تكاد تكون من عدمه وأنها مطالبة للإيواء والنزوح وأنها مطالبة أيضا لمسألة الحرب القائمة وتموين الجيش إلى آخرها لكن نحن نتكلم هنا عن ماذا يجب عليهم أو دورهم فيما يخص النازحين السلطات المحلية دورها الرقابي هنا على أداء المنظمات الأممية بالمعنى يكاد يكون غير ملحوظ ويكاد يكون منحصر في مسألة التنسيق لهم وتوفير المأوى وتذليل الصعاب وتأمينهم من الناحية الأمنية وبالتالي أصبحت المنظمات الدولية هذه تسرح وتمرح على كيفها وتضع المشاريع على الذي تريدها وهي إسما وليس معنى ولا شيء على الأرض وبالتالي أصبح النازحون هؤلاء في حاجة يعني احتياجاتهم بعيدة عن تدخلات مثل هذه المنظمات وأدي لك على سبيل المثال هناك عندنا من العام 2015 إلى نهاية العام 2019 273 مدنيا هؤلاء أصيبوا بين قتلها وجرحها يعني للقصف العشوائي بالصواريخ بالمكذوبات الصاروخية على مدينة مارب وبالألغام هؤلاء المدنيين طبعا هؤلاء مدنيين أين تم معالجتهم؟ تمت معالجتهم في هيئة مستشفى مارب بالتسعين في المئة وعشرة في المئة في المستشفى الأخرى اللي هو المستشفى العسكري وكرة ولم تتدخل أي منظمة رقم أن هناك مبالغ مرصودة وكبيرة بمئات الدولارات اسمها مساعدة ومعالجة ضحايا الحرب من المدنيين عدى 14 حالة قدمتها منظمة الـ DRC في الربع الأخير من العام 2019 أولا حتى الفكرة سعود إليك دكتور نعم سعود إليك دكتور وسنناقش أيضا بقية النقاط ولكن دعني أرحب هنا بضيفي السيد عبدالله الباكري وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية السيد عبدالله سعد الله مسافي وكل خير نعم سيد عبدالله هل تسمعني سيد عبدالله هل تسمعني سيد عبدالله هل تسمعني نعم إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات سيتم المعاوضة لاحقا بالتواصل مع سيد عبدالله وأعود لضيفي مرة أخرى الدكتور علي يعني دكتور علي إذا ما تحدثنا عن النازحين من حيث الاحتياجات اليوم ما هي أبرز الاحتياجات التي تعتبر ذو أولوية يحتاجها النازحون اليوم قبل أن أدخل إلى هذا النقطة أريد أن أكمل إجابة على سؤالك الأول الذي هو على رقابة السلطة المحلية نعم المفترض أو الدور الذي يجب أن تقوم به المنظمات الدولية داخل محافظة مارب طبعا الاستجابة السريعة والطارئة لكل احتياجات النازحين يعني سواء من إنشاء ومن غيرها يأتي في المقام الثاني الذي هو بناء قدرات المنظمات المحلية وعندنا بحسب إعصائية السلطة المحلية نفسها مكتب الشؤول الاجتماعي والعمل 150 منظمة مجتمع محلي من مأرب هذه من مأرب وليست حتى من المنظمات التي مكاتبها في صناعة لا يوجد أبدا أي بناء قدرات تدخلت فيه هذه المنظمات الدولية وعدت أو قدمت دورة تدريبية لأي من هذه المنظمات ولا قدمت لها مشاريع في الوقت الذي منظمات المجتمع المدني المحلية مطالبة بدور يعني أين دوركم؟ ماذا قمت به؟ ماذا صنعتكم؟ لكن دكتور هي تملك تراخيص هذه المنظمات ماذا يصنعون لك؟ وليس لديك وتراخيصها موجود من مكتب العمل أقصد يعني هذه المنظمات المحلية نعم هذه المنظمات تملك تراخيص رسمية بمزاولة العمل هذه المنظمات المحلية نعم الذي لديها تصاريح حسب إحصائية مكتب العمل إنها 150 منظمة محلية يعني يطالبوها بأن تقوم بدور يعني ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء كيف تقوم هذه المنظمات المحلية بدور والمنظمات الأممية في مواثيقها وفي أدبياتها على أنها تبني قدرات هذه المنظمات وأن تدعمها على أساس أن تكون شريكاً محلياً منفذاً المشاريع لا تنفذها أبداً المنظمات المحلية الموجودة في مأرب وإنما إذا كان هناك شريكاً محلياً منفذاً فيجب أن يكون مكتبه في صنعاء أكررها يجب أن يكون مكتبها المنظمة المحلية الشريكة يجب أن يكون مكتبها في صنعاء وحطها بين قوسين لماذا؟ هنا يأتي دور السلطات التي ليست المحلية السلطات الحكومية في الشرعية لماذا لم تبغط على المنظمات الدولية على أن المنظمات المحلية الموجودة معك في نفس المحافظات التي تعمل فيها لا يمكن أن تكون هناك أي منظمة شريك ما هو السليم وما هو صحيح أن تنقل هذه المنظمات مكاتبها بصفة رسمية لمناطق تواجد الشرعية للعاصمة المؤقتة التي تعتبر عاصمة رسمية للبلد وبالتالي هذه المنظمات المحلية تنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة ولكن المشكلة أكبر والخلل في الشرعية أكبر من أن يكون خلل في عمل المنظمات أو عمل السلطة المحلية في مارب سأعود إليك دكتور لكن دعني أن أرحب مجدداً بضيفي وكيل محافظة مارب للشؤون الدارية السيد عبدالله الباكر سيد عبدالله مساء الخير مرحب أهلا بك سيد عبدالله نتحدث اليوم عن أوضاع النازحين في محافظة ماربها نتساءل هنا يعني ما الجهود التي تقومون بها أنتم كسلطة محلية في ما يتعلق بالنازحين واللاجئين إلى المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم نعم تفضل سيد علي تفضل أو سيد عبدالله سيد عبدالله هل تسمعوني نعم إذن يبدو أن هناك مشكلة فعلاً في الاتصالات ما بين يعني في محافظة مارب هناك يعني كثير من الضيوف يحاول الزملاء التواصل بهم ولكن مشكلة الاتصالات لا تساعدنا ولكن سأعود مرة أخرى لضيفي دكتور علي دكتور علي يعني بالحديث عن المنظمات كنت قد تحدثت معك عن تراخيص هذه المنظمات المنظمات كما قلت لي أنها منظمات محلية وتملك تراخيص رسمية لكن هنا يعود اللوم الأكبر على السلطة المحلية يعني منحت هذه المنظمات تراخيص ولا تفرض عليها أي رقابة في مسألة ما الذي تقدمه هذه المنظمات يعني مرت أعوام يعني ينتهي العام بأكمله ويعني باعتقادي أن السلطة المحلية لم تساءل منظمة يعني ما الذي قدمتوه أمام ممارستكم لهذا العمل خلال عام واحد بالتالي يعني نعود إلى نقطة بأن السلطة المحلية هي من يتحمل المسؤولية الأكبر فيما أو في ترتيب أوضاع النازحين بالمحافظة حتى يعني تصحح لديك المعلومة الجزئية هذه أنا أتكلمت عن المنظمات المحلية الموجودة في مأرب هذه منظمات محلية يعني ماذا لديها من قدرات أن تصنع إن لم تجد الدعم من المنظمات الدولية أما فيما يخص المنظمات الدولية هذه ليست هي المئة والخمسين التي كلمتك عنها المئة والخمسين هذه منظمات محلية حسب إحصائية مكتب العمل ومصرح لها ونحن نعذرها يعني إذا كانت ما قدمت أي دور ولا قدمت أي مشاريع وليس لديها القدرة أن تقدم أي مشاريع من أين نريد لهؤلاء الناشطين في هذه المنظمات أن يقدموا هل يصرفوا دخلهم ورواتبهم ويعني دكتور علي ولو قاطعتك هنا ولو قاطعتك هنا يعني قد تتحدث المنظمات الدولية بأنها تقدم دعم للمنظمات المحلية وبالتالي لا يوجد رقابة على هذه المنظمات بمعنى أننا أو أنني كمنظمة محلية في محافظة مأرب أقول بأنه لا يوجد دعم كي أساعد النازحين بينما بالمقابل قد يكون هناك دعم ولكن لا توجد رقابة لا يوجد أنا أتكلم وأنا مسؤول عن كلابي لا يوجد أبدا أي شريك منفذ من المنظمات الموجودة في مارب مع المنظمات الدولية إطلاقا المنظمات التي موجودة في مارب ليست شريكا منفذا لمشاريع المنظمات الدولية المنظمات المنفذة والشريكة للمنظمات الدولية هي التي مكاتبها في صنعاء هي التي مكاتبها تحت سلطة جماعة الحثي المسلحة فقط ولا تنفذ أي شيء هذه المنظمات وهذه المنظمات وهذه المؤسسات حسب ما قلت لك يكون تدخلاتها تدخلات بسيطة في المأوى وفي الغذاء وفي الإصحاح البيئي ولكن الأثر لا يوجد عندما تنزل إلى مخيمات النازحين تعمل استطلاع وليست حتى دراسة بالمعنى ولكن تعمل استطلاع عشوائي إلى مخيمات النازحين تجدهم أنهم يشكون مثلما أنت تفضلت وتكرمت وذكرت لنا على أن هناك شكاوى من هؤلاء المواطنين هذه نتلقاها نحن كمنظمات وكناشطين أنه نزلت إلينا المنظمة الفلانية ونزلوا إلينا المنظمة الدولية الفلانية عن طريق شريكها المنفذ أو عن طريقها مباشرة وسجلوا بيانات ووعدونا أنهم سيدخلوا في الجانب الفلاني ولكن لم نرى أثر يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحين إذن وضحت الفكرة ابقى معي دكتور ونعود هنا لضيفنا عبر الهاتف ونتمنى أن تكون المشكلة قد حلت فيما يتعلق والصالات معنا من تعز عضو حملة وين الفلوس الناشط ياسر المليكي سيد ياسر مساء الخير مهلا مساء النور حياك الله سيد ياسر نتحدث اليوم عن موضوع النازحين في محافظة مأرب حتى وإن كان موضوع النزوح أشمل ولكن نتحدث عن ما تقدمه المنظمات المعنية لهؤلاء النازحين الناس دائما ما يشكون بأنهم يجدون المنظمات تزورهم وتسجل بيانات وإحصاءات حولهم ولكن ينتظرون ولا نتيجة ولا يجدون أي شيء كيف تنظر إلى وضع المنظمات ودورها تجاه النازحين؟ بداية أشكر قناتكم على فتح هذا الملق موضوع النازحين والمشردين خلال الصراع المسلح الذي تشهده كثير من المحافظات اليمنية فإن لنقول الملائين أو آلاف الأسر بتعداد ملائين الأفراد نزحوا بسبب هذا الصراع أو هذه الحرب المسلحة وبالتالي كان بعضهم إما نزحوا إلى مدن أخرى وإما إلى قراءهم والبعض في مخيمات إيواء والكثير إلى خارج البلد وبالتالي فإن قدرة المنظمات الدولية وحتى الحكومية أو تدخلات الحكومة والمنظمات الدولية مقامة بهذا العدد القليل من النازحين لا تساوي أو لا تكاد تذكر شيء بالتالي فإن هؤلاء النازحين ظلوا مشكلة حتى اليوم مشكلة للمنظمات ومشكلة لحكومة اليمنية ومشكلة لأطراف الصراع التي ما زالت حتى اللحظة وهي تمارس هذا السلوك المشين بحق السكان في عمليات ترحيل وتشريد للسكان في كثير من مناطق الصراع المنتهدة بالنسبة لتدخلات المنظمات الدولية أو ما تقوم به من تدخلات إما في الجانب الإيواي أو الغذائي أو الصحي أو حتى الحفر لهؤلاء النازحين أعتقد أن تدخلات المنظمات الدولية ضعيل جدا ويعود إلى أن قدرة هذه المنظمات لا يكاد أو لنقول قدرة هذه المنظمات ضعيف بمقارنة بما تمتلكه من إمكانات وخصوصا منها المنظمات الدولية وشركائها المحليين نحن نشكو منذ سنة تقريبا أن المنظمات الدولية للأسف الشديد المنظمات الدولية والمحلية بشكل عام بما فيها القمعيات المؤسسات الخيرية وغيرها تفتقر لموضوع الشفافية والمساءلة والرقابة والمحاسبة هذا المبدأ الذي ينعدم كليا في كثير من المنظمات الدولية نحن في العام الماضي رفضنا أكثر من 114 منظمات منظمتين فقط أصدرت تقرير سنوي بما أنجزتكم وما استلمتكم من أموال في بند المساعدات الإنسانية وبالتالي لنقول أن 99% من هذه المنظمات تفتقد لهذا المبدأ المنظمات هي تقلب هذه الأموال باسم السكار اليمنيين باسم اليمنيين باسم القوعة باسم المشردين هو أيضا في هذه النقطة تحديدا سيد ياسر فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية أو وكلاءها المحليين يتحدثون بكل أريحية بأنهم يقدمون الدعم الكبير وأن الوضع على ما يرام وأن الوضع تحت السيطرة بينما نلاقي الكثير من الناس يتحدثون عن أنهم يعيشون أوضاعا صعبة وأنه لا وجود للعمل الإغاثي ولا وجود للمنظمات هل تتصور أو تتوقع بأن هناك فساد مشترك ما بين المنظمات الدولية ووكلاءها المحليين وبالتالي يعني يتحدثون عن أرقام كبيرة والناس لا يجدون شيئا لاحظ أنه في العام الماضي أو العام الـ 2018 مثلا تسلمت هذه المنظمات محلية ودولية قرابة 5 مليار و3 مليون دولار باسم المساعدات الإنسانية في الجانب الآخر الأمم المتحدة قالت أن اليمن في العام 2019 يتصدر المشهد الأول في العالم من حيث نسبة الضوء وخطر المجاعة التي يتهدد اليمنيين إذن هناك فضوى بينما ينفق في تبيل هذه المساعدات الإنسانية ومن أجل الجوعة والمشردين والمتغررين وما بين ما تقوله الأمم المتحدة من أن اليمن يكاد يكون الأول في العالم من حيث خطر المجاعة الذي يتهدد نحن ومن خلال حملة حملةنا المستمرة وحملة أين الفلوس استقرأنا أو تابعنا كثير من تصريحات المنظمات الدولية في السير وفي العالم هذه المنظمات تعتمد على الرقابة الداخلية بينها وبمشركائها وليس هناك من أي رقابة عليا أو رقابة حكومية أو رقابة شعبية أو أي رقابة يمكن أن تخذ من الهدر الكبير لهذه الأموال صحيح أن هناك في الميدان قليل من العمل وقليل من التدخل هذه الأموال وحكم التدخل ضعيل جدا في العامة في الساعة عشر مثلا المنظمات الدولية والمحلية تسلمت ثلاثة مليار وثلاثمية مليون دولار هذه الأرقام لم تظهر على هؤلاء الضحايا هؤلاء المشردين هؤلاء الجوع هؤلاء الذين يتم التسويق إلى العالم بإسمهم بالتالي فإن هؤلاء السكان هؤلاء الحكومة اليمنية وغيرها من المؤسسات في الداخل اليمني والمواطنين وغيرها من حقهم أن يعرفون من حقهم أن يعرفون أي طريفة هذه الأموال نعم وضحت الفكرة أشكرك جزيل الشكر الناشط ياسر المليكي عبو حملة وين الفلوس كنت معنا من تعالى شكرا جزيلا لك وعاد إلينا مجددا وكيل محافظة مارب لشؤون الإدارية السيد عبدالله الباكري سيد عبدالله أهلا بك مجددا هل تسمعني الآن نعم أهلا بك سيد عبدالله كنت قد سألتك منذ قليل عن الجهود التي تقومون بها أنتم كسلطة محلية في مأرب لمواجهة كثافة النازحين وتقديم العون لهم سيد عبدالله هل تسمعوني؟ نعم إذن يبدو أن هناك مشكلة مع الاتصالات بمحافظة مأرب تحديدا إذن أعود هنا لضيفي السيد أو الدكتور عبدالله التام دكتور عبدالله في الشتاء ربما المعاناة مضاعفة فيما يتعلق بالنازحين والحاجة الإنسانية كبيرة يعني ما هي المتطلبات التي الناس اليوم بحاجة لها مع مرورهم بفصل الشتاء والبرد القارس في محافظة مأرب؟ في مقدمة هذا الاحتياجات يجب أن يكون هناك مشروع استجابة طارئ وهذا من مسؤولية السلطة المحلية في محافظة مأرب بالاشتراك مع المنظمات المانحة أو المنظمات الدولية هذا المشروع يهدف إلى مخزون كبير من المواد الغدائية والإيوائية لمواجهة أي طارئ والاستقبال أي موجات نزوح جديدة لأنها عندما تصل إلينا موجات النزوح في مأرب لا يكون لدينا ما تقدمه سواء السلطة المحلية أو المجتمع المضيف أو المنظمات المحلية ليس هناك ما يمكن أن يقدموه أبداً لهؤلاء الوافدين فضلاً إذا تعرضت مخيمات هؤلاء النازحين الذي يقيمون في المخيمات تتعرض مخيماتهم وصنادقهم وحششون بين الحين والآخر إلى خطر الحريق ونسمع ونشاهد ونرصد مثل هذه الحوادث وبالتالي نطالع عن الوحدة التنفيذية للمخيمات النازحين تصدر نداء استقاثة إلى من يدعم مثل هذه الأسرة لأنه نفذ كل ما معها والتهم الحريق كل شيء ولم يبقى إلا أجسادهم هذا إذا كانوا هناك ناجين من هذه الأسر فهذا أول مطلب يجب أن يكون يعني مشروع الاستجابة الطارئ ويكون المخزون موجود يحتاج النازحين إلى المأوى ومستلزمات الإيواء يحتاج إلى الأمن الغذائي يحتاج إلى الخدمات الصحية يحتاج إلى المياه النظيفة ومياه الشرب النظيفة وإلى النظافة الصحية يحتاج إلى برامج الحماية خصوصا الأطفال ضحايا الحرب والمدنيين أيضا أسرهم ويحتاج إلى دعم التعليم لأن هناك أعداد كبيرة وكبيرة ومهولة جدا من الطلاب الوافدين مع أسرهم نازحين مقارنة بأن هناك أعداد قليلة جدا من المدارس على سبيل المثال في مخيم الجفينة لحالها 6237 طالب وطالبة في مخيم واحد 6237 طالب وطالبة لا يجدون هؤلاء أي مكان ولا مدرسة أبدا ليتعلموا فيها ناهيك عن المخيمات الأخرى التي موجودة مثلا في مديرية الوادي أو في مديرية صرواح أو في مديرية مجزر أو مدغل أو رقوان أو الخانق أو غيرها هؤلاء يحتاجوا إلى دعم التعليم رفض الكادر التعليمي من منظمة اليونسيف والمنظمات المسؤولة عن هذا توفير مرتبات لمعلمين والتعاقد أو استعارة معلمين جدد كادر تعليمي يعني توفير كرفانات أو حتى قيم توفير أثاث في حدودها الدنيا يعني توفير الكتاب المدرسي لهؤلاء الطلاب لأن التعليم هو أساس وما نحن فيه مثل ما تفضلت وقالتها إحدى الناشطات في هذه الحلقة أن ما نحن فيه هو أساس الجهل الذي أوصل للبلاد يا دكتور يعني هناك نقطة مهمة أيضا أشار لها ضيفنا المليكي من تعز هو فيما يتعلق بالموازنات التي تعلن من قبل منظمات الأمم المتحدة أنها بحاجة لهذا العام إلى ثلاثة مليارات وأكثر والعام الماضي أيضا أعلنت عن رقم مماثل والعام الذي قبله أعلنت أيضا على رقم آخر هل هذه الأرقام انعكست على الناس بقدر حجمها نتحدث هنا عن مليارات الدولارات لم تنعكس ولم يوجد الأثر وأنا أكرر هذا الكلام وأقول أنه مستوى الإنفاق والمبالغ الذي استلمتها المنظمات الأممية بإسم اليمن وحاجتهم وإسم النازحين سواء في محافظة مارب أو في عموم محافظات الجمهورية الدائرة في الصراع والحرب والنزوح لم يتناسب أبدا ولا إلى مستوى حتى 50% ما أنفق لما هو موجود على الأرض وعلى الواقع الاحتياج لا زال قائم وموجود والمشاريع والبرامج أو المبالغ والخطط قدمتها المنظمات الدولية وبالتأكيد أنها رفعت خطط للعام 2020 وأنا أتكلم الآن عن محافظة مارب رفعت عن محافظة مارب خطة للعام 2020 لاحتياجات النازحين والمهاجرين غير الشرعيين ولحماية الأطفال والغيرها ولكن المنظمات الدولية هي التي ستكون من تجني وتسترزق وترتزق من وراء هذه الخطط ومن وراء هذه المبالغ والمطالبة بها ويبقى المحتاجون هم أولئك المحتاجون وتتفاقم أوضاعهم وتنفق هذه المبالغ أنا لا نقول أنه لا شيء على الأرض لكن لا يتساوى ولا يتناسب الموظفون لا يتساوى مع ما يعلن بعشرات الألاف الدولارات نعم لكن دكتور هنا تساؤل أو أترك لك مساحة أخيرة ولا هناك تقييم ولا هناك رقابة على ذلك جميل لكن أترك لك هنا مساحة قصيرة يعني من خلال مشاركتك هذه يعني لك الحديث فيما إذا لديك رسائل تود قولها للسلطة المحلية في مارب أو للمنظمات سواء كانت دولية أو محلية أنا أتوجه للسلطة المحلية وأقول لهم جهودكم مشكورة وهذا هو واجبكم ولكن يجب عليكم أن تتخذوا استراتيجية أخرى ويجب أن يكون لديكم رؤية واضحة المنظمات الأممية نحن لا نريدكم أن تتصوروا إلى جانبها وهي توزع للنازحين وللمجتمع المضيف الفتات من الدقيق ومن الزيت ومن البطانيات ومن الخيام المهترئة نريدكم أن تتحركوا بمشاريع جادة أو تتركوا المنظمات المحلية الموجودة في مارب شريكة معاكم أن تعد مثل هذه الخطط والبرامج وأن تقوم أيضا بدورها التي هي منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بدورها الرقابي الفاعل وتفعيلة على هذه المنظمات الأممية فيما يخص المنظمات الدولية رسالتي إليها أنها تغير من استراتيجيتها ونحن نرحبهم ولفتح مكاتبهم في مارب فتحت الآن في محافظة مارب ثلاث من الضمات وفي العام 2020 هناك سيكون مكتب للإقاثة الإنسانية نرحب بذلك ونرحب جهود السلطة المحلية والحكومة في تذليل الصعاب لهذا ولكن يجب أن يقوموا بدورهم الواجب عليهم ومسؤولياتهم تجاه النازحين وتجاه المجتمع المضيف ومعاناتهم ومعانات الأطفال ضحايا الحرب والمدنيين بشكل عام نعم إذن أشكرك جزيل الشكر ضيفنا الدكتور علي التام رئيس منظمة حماية شكرا جزيلا لك ونكتفي مشاهدين بهذا القادر ونود أن ننوه أنه كان يفترض أن يكون معنا في هذه الحلقة الناصطة المستمعية عبير أحمد وأيضا وكيل محافظة مارب سيد عبد الله الباكري وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية ولكن بسبب رداءة الشبكة في محافظة مارب لم نستطع التواصل بهم نصل بهذا إلى الختام أشكر جميع ضيوفي وأشكركم مشاهدين الكرام في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ودي عطا وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في أمان الله ورعايا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر